غينيا بيساو تجدد دعمها لسيادة المغرب على كامل أراضيها. تأكيد جاء على لسان وزير شؤون الخارجية وتعاون الدولي والمجتمعات في غينيا بيساو كارلوس بينتو بيريرا، وذلك عقب مباحثات أجرها مع وزير شؤون الخارجية وتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا. غينيا بيساو تعترف بسيادة المملكة المغربية على كامل أراضيها، وتلتزم ببذل كل ما في وسعها من أجل الاعتراف بهذا المعطى على الصعيد الدولي. السيد بيريرا سجل بهذه المناسبة أن المغرب وغينيا بيساو تربطهما صداقة حقيقية دعيا إلى تعزيز العلاقات بين البلدين بشكل أكبر على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف من خلال الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة. السيد بيريرا أكد كذلك أن بلاده ترغب في تعزيز التعاون مع المملكة في عدة قطاعات لا سيما التعليم والتكوين المهني والسياحة والصيد البحري والصناعة وهي القطاعات التي يتمتع فيها المغرب بخبرة كبيرة.